السلام عليكم تنرحب بكم من جديد في وصفة جديدة تنتمي دائما أحوالكم وصحتكم تكون بخير على خير غد نحضر معكم اليوم كيكي يومي اللي بزاف بزاف ديال أخوات طلبوه مني واللي غد يكون إن شاء الله ناجحه بمكونات كذلك لتتكون لديدة غد يتضوقه إن شاء الله هي لطبقته الوصفة كيف هي غد يتضوقه واحد الماضاق اللي تتاخده من المحلات هاد الكيكات ديال اللي تناخده من المخبازات اللي تتكون لديدة بزاف فيها واحد المكونات اللي تيرجعوها لديدة بزاف وخفيفة ومنسمة بواحد شكل عجيب تنتمنى توصلوا هاد الفيديو العدد كبير من اللايكات باش يشوفوه بزاف ديال أخوات شكرا لكم نخليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة غادي نحتاج الربعة ديال البيضات بحرارات المطبخ واحد المية وستين حتى المية وسبعين جرام ديال السكر لأنه نستعملوا ليمو الحامض غادي نحتاجوا أيضا لثمانين جرام ديال النشا خديد كاس قل واحد سانتي من هاد العلبة اللي تتشوفوه وعندي ميتين وعشرين جرام ديال الدقيق المجموعة تلتميات جرام ما بين نشا ودقيق مية وعشرين ميلي لتر من الزيت واحد الكأس إلا ربع بالقياس اللي تنعبره بي دائما واحد الليمونة حامضة اللي غادي ناخد العصير ديالها والقشرة ديالها ساشي ديال فانيليا وخاميرة ديال حلويات من فئة 16 جرام والفانيلي ممكن تستعملو الفانيليا السائلة أو هادي على شكل بودرة غادي ناخد البيض اللي من الأفضل تيكون في حرارة المطبخ أو تنخرجوه من التلاجة وتنحطوه في الماء عادي أو الماشي شوية دا في غير تي يرجع الحرارة المطبخ وتنخدمو به مع قبصة ديال ملحة والسكر السكر ممكن تستعملو حسب الضوقة ديالكم من 150 جرام حتى 170 جرام حسب كيف انتوما تتبغيو الحلوة ديالكيك لانا غادي نستعملو الحامض أو ممكن تقلو على الكيمياء حسب انتوما كيف بغيتو غادي نطرب جيدا بالطراب واحد جوج ديال دقايق وغادي نضيف الزيت شوي بشوي حتى تنحصل على خاليط الكريمي من بعد تنزو وسافي الطراب وتنحك هذيك الحامضة اللي مغسول عن طبيعة الحال ومسوحة تنحك غير القشرة الفوقانية فقط لان هذيك البيضات تتكون مرة ممكن تستعملو غادي طراب اليدوي وغادي طربو البيض مزيان مزيان بنسبة للعاصير ديال الحامضة لانا غادي نحتاجها هي اللي غادي نستعمل كسائل في هذي الكيك غادي نعصر ديالك الحامضة كاملها غادي نصفيها غادي نحصل على 4 كاس بقياس كاس العنباء هذي الكاس ديال العنباء راه القياس دياله 160 ميلي تره هو مملوء جيدا شفتو معايا صفيت هذيك الحامضة حصلت على 4 كاس غادي نكملو بالماء حتا نحصل على تقاربنا 150 حتا 160 ميلي لتر تيجي الماء داق هائل وتتجي كيكا اللي خفيفة بثاف وحتا لون ديالها تيجي ببيض شي حاجا اللي يزوينا كيف تتاخذوها من المحلات او من المخبازات غادي نطرب هاد المراه غاب طرب يدوي وغادي نضيف النشا 80 جرام ديال النشا اللي غادي نغربل وغادي نضيف كذلك ميتين وعشرين جرام ديال الدقيق الى بغيطو تديرو 100 جرام ديال النشا وميتين جرام ديال الدقيق حسب الاختيار ديالكم انا زولت واحد المعلقة ديال نشاو درت غير 80 جرام ودرت 220 جرام ديال داقيق وما تنسوش دائما قبصة ديال الملحة في الكيك واي حلوة تديروها رتت عادل الطعم بواحدش كلي عجيب غد نغرب لديك الخميرة ديال حلوة 16 جرام وغد نخلط الكل غير بطراب يداوي في هاد المرحلة عاد شعلت الفر الكهربائي على 150 دراجة غير من اللي تحت بالنسبة لطياب فر الغاز غادي تديرو النار كيف تطيبو الكيك عادي فوق المهيلة شوية ما تكونش تانية تقتلو العافية بالزب وما تكونش منتوسطة دائما الطياب اللي تطيبو راه كله وحدة تبدأتها تشوف الفر اللي عندها وتتعامل معاه بالشكل باش طيب والدرجة ديال الحرارة تتكون فيه واش هتكون مجهده ولا منخافضه بالنسبة لياس عملت هاد المول اللي عالي اللي فيه 10 سنتيم تقريبا في العلو من سعود ونصف العشرة اللي فيه وفيه 25 سنتيم في القوطر دياله الى استعملتوا مول صغيرة غادي تفيد هاد الكيك تتجي تبارك الله ما شاء الله كبيرة في الكيك اللي تيكون شوية صخر على هذا وتتجي عالية وحتى هكذا تتجي عالية غادي تشوفوا معايا تتجي زوينة وبواحد الكيمية تبارك الله عائلية وتتجي خفيفة ونفس الكيك كنت حضرته معاكم الى تذكرته بالنسبة لأخوات اللي متبعيني دائما اللي درنا أوزينا بالكرامير را تيظهر لكم دبا في الصورة كيكا تنشا اللي سميتها الكيكا اللي عملها قارتها تجي زوينة وجربوها بزف ديال أخوات وشكروها المهم هادي نفسها غير حنا بدل الحليب اللي كنضفت درت العصير ديال ليمو الحامض شفتوا معايا القوام ديال الكيك خاصة يكون خفيف شوي ماشي بزف وما يكونش تقل نهائيا من ببالأسباب اللي ما تتنجحش الكيك هو اللي تيكون كتير فيه الدقيق تيكعيني ميزاني ديال الدقيق بعد المرات تدخون ما تكتروش الدقيق في الكيك تنخاطب دائما المبتدئين والمبتدئات أنا سخنت الفران على 150 درجة لأن تنطيب الكيك على 150 حتى 160 درجة لأن الفران بحالي عندي تجهد تنحسبي بحالي ما بقاتش الحرارة مضبوطة كيف كانت رضو لبن هاد المسألة لكانت عندكم 180 أو 170 مجهدة فطيبو الكيك على 150 أو 160 درجة ترجفو الكيك شحال خفيف مع أنه في 300 قرما بين دقيق ونشا المكون لو اللي ضفناه هو النشا تيجي به الكيك خفيف والديد بزاف وتاني مكون هو الليمون الحامض هداك الكاس ديال العصير ديال الليمون اللي زو اللي خففناه بالماء فتيجي رائع الماء عادي غيم الروبيني اللي استعملت مع الليمون الحامض ممكن تبدلو إلا بغيتو هاد النكهات ديرو عصير البرتوقال ممكن تعودو ببرتقالة تحكو القشرة ديالها وتاخدو كذلك العصير ديالها أو تاخدو عصير برتقالتين المويم تحصلو على كاس ديال العصير لأنا مادش نخفوه بالماء كيف درنا للحامض هادي هي الكيكا ديالنا تجيها إلا تحضروها في فرمشة العين متى تاخدش لوقت نهائيا إلا تربطوا بطراب اليداوي غير تربوا البيض جيدا كذلك تيجيني واحد السؤال علاش تتنفخ الكيكا في الفرران من بعدها تتفش السؤال الأول هو تتكون الحرارة مجهدة تتطيب تتنفخ مزيان تتخرجوها تتفش وتاني حاجة والكيميات ديال الدقيق ما تكونش قليلة بزاف وما تكونش كتير حاولوا تضبطو ورا عيني ميزاني كين في الكيك نعم لكن حاولوا تضبطو الكيميات تكون هكذا كريمية هدا هو النجاح ديالو شوفوا معي العلو مع أني استعملتمول تبارك الله اللي كبير 25 سنتيم والعلو حتى العشرة سنتيم وجهائل كيكا ما نعودش نشكرها لكم كتر من هكا غادي تعتمدوا إن شاء الله وغادي تدعو معي لأنه بزاف بزاف ديالأخوات ما تيصدقش معهم الكيك حاولوا غير تطربوا البيض جيدا الكيميات ديال الدقيق تكون مضبوطة الفرن كذلك تحكموا في الحرارة ديالو ما تطيبوهاش تكون نار تكون مجهدة وفي الآخر تعالى هكذا وتقولوا راه نجحات وتتخرجوها وتفش كذلك ذاك القاوام التي يكون ديال الكيك التي يكون أبيض بحال هاتشكل التي تحكم فيه هو البيض اللي اتربطوه جيدا تربطوه البيض مزيان تيجيكم الكيك خفيف ولون دياله أبيض ناصع ما تربطوش أكيد غادي يجيكم لون ديال الكيك صفر ولقاوام دياله كذلك تيجي ما زوينش بالنسبة لفرران ديال الغاز غادي يطيبو الكيك عادي من تحت حتي تنفخ ويطيب هكذا وتحمر من الجواديب يأخذ اللون هكذا مذهب وكذلك الفرن الفول الكهربائي ستشعله الفوق يتحمرة نتمنى نكون جود على بزاف ديال اسئلة ديالكم السلام عليكم